ينضم إلينا في الأستوديو محرر الشؤون الأوروبية في سكاينيوز عربية عبد الرحيم الفارسي مسال خير عبد الرحيم مسال تبعت معنا هذا الزلزال الأوروبي بالتحديد في فرنسا ربما أكثر من غيرها أكثر من ألمانيا أكثر من هولندا وبلجيكا هل كان متوقع فوز هذا اليمين المتطرف بقيادة جوردان بغدلا؟ بالنسبة لفرنسا ربما كان متوقعا في الانتخابات الأوروبية لأننا نتحدث عن البرلمان الأوروبي ولكن لو كان الأمر يتعلق بانتخابات عامة كما هو مقرر في الثلاثين من يونيو الجري فلا ربما يكون الأمر مختلفا لأن في فرنسا هذه الانتخابات هي إنذارية وجه الناخبون الذين شاركوا وهم نسبتهم يعني حوالي أربعين في المائة وجهوا رسالة إلى ماكرون الذي خسر على الكثير من الجبهات على الجبهة الداخلية في ارتفاع الأسعار غلاء المعيشة البطالة ما زالت مستمرة على الجبهة الأوروبية هو يقود البلد الآن نحو الإخيرات أكثر في الحرب الأوكرانية وربما يصل إلى مواجهة مباشرة مع روسيا أيضا الخسائر التي حصلت له في بعض الدول التي كانت محسوبة على المحور الفرنسي في إفريقيا تشاد، مالي، نيجر، بوركينفاسو وغيرها إذن هذه الخسائر التي ركمها ماكرون ربما أدت به إلى حالة من الهلع وهو الذي تعود في الفترة السابقة أن يكون دائما منتصرا فدعا إلى انتخابات سابقة لأوانها مبكرة ولكن أيضا لما ننظر في المحيط إيطاليا استمرت على النهج حيث أن جورجيا ميلوني ما زالت مستمرة وتمكنت من حصد مقاعد معتبرة في هذه الانتخابات أيضا لو نلتفد شمالا بلجيكا رئيس الوزراء يقدم الاستقالة هولندا حزب خيرزفيلدغ الذي له مشاكل مع المسلمين ومع المهاجرين أيضا كسب ستة مقاعد منتقلة من واحد ألمانيا التي تقدمت فيها جبهة يمينية متشددة على حساب حزب أرسولا فونتغلين التي هي المسؤولة الكبرى في الاتحاد الأوروبي إذن فرنسا ربما قد تكون المنطلق لهذه القوى اليمينية إن لم يستطع تستطيع الانتخابات المقبلة في أواخر هذا الشهر وأيضا في السابع من يولوي تموز المقبل لم تستطع أن تكبح الجبهة الوطنية سابقا وهي التجمع الوطني الذي يقوده شاب عمره 29 عاما وهو جوردان بغدلا طبعا هل ممكن يكون جوردان بغدلا انطلاقا من هذه الانتخابات رئيس فرنسا المقبل صعب لأن مارين لوبين تريد أن تترشح وهي الزعيمة الروحية للحزب ولكن قد يكون له شأن كبير إن استطاع أن يحقق مكاسب انتخابية في هذه الانتخابات المقبلة ويفكك التحالف والأغلبية التي كانت لرئيس ماكرون وهي أغلبية نسبية طيب على الرغم مما تقول عبد الرحيم هناك من يقول بأن الصعود اليمين المتطرف في هذه الانتخابات البرلمانية الأوروبية سيكون تأثيره محدودا يعني هناك من قلل من أهمية هذا الفوز هل هم مخطئون؟ بالنسبة لعادة البرلمان الأوروبي ليست له كلمة قوية على مستوى الدول قد تكون هناك بعض التأثير في السياسات العامة للاتحاد وللبلدان السبع العشرين المنضوية تحت رواء هذا الاتحاد ولكن على مستوى الدول أو الأقطار البلدان الأعضاء لا يكون له تأثير كبير أضف إلى ذلك أن حتى هذه الأحزاب اليمينية الأقصى اليمين مثلا في فرنسا شعارها هو الخروج من الاتحاد الأوروبي تريد أن تعيد الهوية الفرنسية وأن تقضي على اليورو وبالتالي تمهد لانسحاب يكون على شاكلة البريكسيت هم يسمونه في فرنسا فريكسيت وقد يكون حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبين وشركها في الحكم في قيادة الحزب قد يكون بداية لسياسة انتهجها سابقا في بريطانيا ناجل فراج الذي كان زعيم استقلال بريطانيا ثم أسس حزب بريكسيت وما إن خرجوا من الاتحاد الأوروبي حتى اختفى نفس الشيء قد يكون بالنسبة لبارديلا وأيضا لمارين لوبين يعني هذه الانتخابات رأينا بأنها انتكاسة كبيرة لأولاف شولتس وأيضا لماكرو كيف سيدافعان أو كيف سيدافعان على مواقعهما الآن ماكرون يريدها عبر انتخابات ويأمل أن يفوز ولن يتدخر جهدا ولكن لا ننسى أنها تلانتخابات أيضا لعب فيها الجيل الجديد دورا كبيرا فجوردان بارتر الذي تتحدثين عنه وهو زعيم التجمع الوطني الفرنسي الحزب أقصى اليمين يشتغل كثيرا على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي لديها أكثر من مليون ومئتي ألف متابع على منصة تيك توك وهو من الخطبيين دوي أثير البليغ في متابعه ربما ماكرون يفهم لغة الشباب هم هذا الجيل الجديد 29 سنة يعني من موارد 96 أو 95 فهو الجيل الذي ولد مع الإنترنت وتربى فيما يسمى بالزيت جينوريشن الجيل الزيت الذي هو يعيش في الفضاء الافتراضي أكثر منه يعيش في الوقع شكرا جزيلا على هذه الإحاطة عبد الرحيم الفارسي محلل الشؤون الأوروبية في سكاينيوز عربية أشكرك ترجمة نانسي قنقر